الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم انبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين وبعد فمن فضل الله على عباده ان فتح لهم باب الفضل وباب طرق الخير الواسعة ولا سيما في هذا الشهر العظيم الفضيل فمن صامه ايمانا واحتسابا واخلاصا لله عز وجل غفع له ما تقدم من زنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من زنبه فهي ليلة خير من الف شهر لا يوافقها عبد مؤمن ولا مرأة مؤمنة يسأل الله خيرا الا اعطاه اياه نسأل الله العلي العظيم ان يوفقنا لها وان يجعلنا من اهلها وان يرزقنا بركتها وان يرزقنا حسن قيام ليلها وحسن صيام يومها وحسن الذكر وتلاوة القرآن فيها وان يوفقنا لخالص وصالح الدعاء فيها وكان من دعاء هذه الليلة لما سألت السيدة عائشة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان وافقت ليلة القدر فماذا اقول قال لها قولي اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا وفتح الله ابواب الخير واسعة فمن ضعف عن باب كان له الباب الاخر فمن كان من اهل الصلاة دخل في الجنة دخل الجنة من باب الصلاة اي من كان اكثر عمله الصلاة دخل من باب الصلاة ومن كان من اهل القرآن دخل من باب القرآن ومن كان من اهل الصدقة دخل من باب الصدقة ومن كان من اهل الصيام دخل من باب الريان فان في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون فقط فإذا دخلوا اغلق دونهم فإن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا اغلق بينهم قال سيدنا ابو بكر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على احد يدعى من كل هذه الابواب من ضواه هل يمكن ان يدعى احد وتفتح له وكل ابواب الجنة قال نعم يا ابابك واني لارجو ان تكون منهم ومن هؤلاء يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من توضأ من توضأ فاحسن الوضوء فقال اللهم اجعلني من عبادك التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء نسأل الله ان نكون منهم وان نحشى في زماتهم وان نكون ممن تفتح لهم ابواب الجنة الثمانية وممن يشربون عند الحوض في يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها ابدا باذن الله تعالى وسئل نبينا صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال الايمان بالله والجهاد في سبيله ووضحنا ان الجهاد اعام من القتال لان الجهاد قد يكون جهادا للنفس وقد يكون جهادا في العمل وقد يكون جهادا على الطاعة حتى تؤدى وللنفس حتى تكف عن المعاصي قلت كان السائل سيدنا ابو زر جندب ابن جنادة يا رسول الله اي الاعمال افضل قال الايمان بالله وجهاد في سبيله قال ابو زر اي الرقاب افضل قال انفسها عند اهلها واكسرها ثمنا قلت فان لم افعل ان لم استطع قال تعين صانعا او تصنع لاخرق اي لعاجز او ضعيف قلت يا رسول الله ايت ان ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس تكف شرك عن الناس فانها صدقة منك على نفسك المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ويقول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من احدكم صدقة كل مفصل فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبير صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهل عن المنكر صدقة فمع قيام ليلة القدر علينا ان نكسر من التسبيح والتهليل والتكبير والذكر وقراءة القرآن ارجاء ان نلقى فضلها باذن الله تعالى ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيؤها فوجدت في محاسن اعمالها الازى يماط عن الطريق لان الامون لا تقف عند حدود العبادات من صلاة او صيام او زكاة او حاد لا تقوم الى عمارة الكون وصناعة الحياة وكف الازى عن الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم الامان بضع وسبعون شعبة اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الازى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان ولما جاء جماعة من الفقاء الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا رسول الله ذهب اهل الدستور بالاجور الاغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ونتصدقون بفضول اموالهم ولن نتصدق فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوليس اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان بكل تزبيحة صدقة وكل تجبيرة صدقة وكل تحبيضة صدقة وكل تهليلة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهينا عن المنكر صدقة فابواب الفضل واسعة فلنغتنمها واذا فتح لك باب من الخير فاغتنمه ونحن في شهر تضاعف فيه الحسنات من ادى فيه نافلة كان كمن ادى فائضة فيما سواه ومن ادى فيه فائضة كان كمن ادى سبعين فائضة فيما سواه وفيه ليلة خير من الف شهر نسأل الله ان يبلغنا اياها وان يرزقنا بركتها باب ابواب الخير واسعة ويقول نبينا صلى الله سلم تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دباته فتحمله عليها او طرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة وتميط الازى عن الطريق صدقة بل ابعد من هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة ولا يحقرن احدكم شيئا من الخير ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق ولا تحقرن جرات لجراتها ولو فرسنا شاه ظلف شاه ديننا دين التواد وتمسم الانسان في وجه اخيه صدقة وابعد من هذا حس الاسلام على العمل والانتاب ونفع الناس وصالح الناس يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقة وفي رواية ما من انسان يزع زاعا او يغرس غرسا فيأكل منه طائع او بهيمة او انسان الا كان له به صدقة انظر لا يضيع الله اجرى عامل ابدا يقول الا كان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة هل الانسان اذا سرق من ضرعه شيء هل يريد ان يصرق لا ومع ذلك يساب المرأة اغمان فيه لان الله لا يضيع اجرى العاملين ولا يزعقه احد الا كان له صدقة لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا طير الا كان له صدقة الى يوم القيامة هذه الايام فيها الصيام فيها القيام فيها التمس ليلة القدر فيها الزكر فيها القرآن فيها صدقة الفطر نبادر بصدقة الفطر اغنوا الفقاء في هذه الايام واسعوا عليهم في ليلة زار النبي الى هناء فاتا بنور فوق سطح الكوكاب سكب الضياء على الخلوب فأسلمت وتواجت بجمال نسأل الله السداد والقبول وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة من واسع أبوابها بدون حساب ولا سابقة عذاب إنه ولي ذلك والقاضي عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى